تاريخ ذاكرة الأمة في الحالة الانتقالية يقدم عرضا لأبرز التغيرات السياسية والثقافية والاجتماعية التي طرأت على الشارع المسري بعد 25 يناير أماما لأماما لأماما لتعرفة المسريين في حالة المسرعة السياسية كان لدينا مجتمع جميع المؤسسين لتعطيب المؤسسين لقد جمعنا مجتمع من المؤسسين ولكنني أعتقد أننا جمعنا نحاول أن نحاول مجتمع شباب المشارك في الكتاب قدموا رؤى مختلفة اهتمت بتأثير الثورة على الشارع وعلى الفن وعلى الإنسان إحدى المشاركات قررت لصق بسترطر الشحة للانتخابات الرئاسية وقامت بدراسة رد فعل الشارع على حملتها الانتخابية بينما قامت مشاركة أخرى بطرح نظرية علمية ذاتية ربطت بين التغيرات السياسية وجسد الإنسان سفرت برد فوركشوب كده في فوتوغرافيا في فرنسا فرجعت منها يعني بعين جديدة جدا أو فرش آي كده ناحية قوي الشارع النصفي يعني او اهتمامي بشار نفسه خلاص حصلتنا حصلتنا حصلت لأماكن وكل حاجة ربعدي عليها كل يوم قبل نصفر لأن دكت أول مرة سافر والأول مرة أحس إذا مدينة تانية برد تانية أسلوب تانية شرعة تانية حدث بحس أن اي حاجة يعني موجودة في الطبيعة موجودة هيها السياسة مش هاتين بنبرة يعني هي من طبيعة والطبيعة كلها موجودة في جسمنا ما وإحنا جايين من الطبيعة وان سوان والبروستسوف تشينج هي هيها أنا أنا ببتدي حاجة وبخلص بقوين ويكده ببتدي أين يقول بخلص حوالي نفس القوين اشتركوا في القناة